التمييز تمييز العدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تمييز العدد عندنا ايه والتمييز الأول يا بنات التمييز معناه صفحة 28 28 التمييز الأول يا بنات هو اسم ناكرة يذكر ليوزيل إبهام ليوزيل إبهام طيب ليوزيل إبهام يعني ايه ما يقول اشتريته كيلو كيلو ايه كيلو برتقال إذا من الكلمة ديها وضحت الكلام معي خمسة 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 ايه أقلام خمسة كراسات يبقى التمييز بيوزيل إبهام أو شيء غامض مش واضح طيب التمييز بينقسم لنوعين تمييز ملحوظ وتمييز ملفوظ طيب ايه هو التمييز الملحوظ من اسمه كده تمييز ملحوظ يعني يلحظ من خلال الكلام يلحظ من خلال الكلام طيب زي مولا ايه واشتعل الرأس شايبة اشتعل الرأس يعني الشعر لما بيبيض بيتحول إلى لونه الأبيض اشتعل الرأس اشتعل الرأس ايه شايبة كلمة شايبة انه تمييز ملحوظ منصوب بالفتحة طيب في أفعال يا بنات لازم نحفظها أفعال الاسم النكرة بعدها بيعرب تمييز تمام إيه الأفعال ديت كفى وازدادة كفى وازدادة وامتلأة زي مولي وكفى بالله وكيلا حد معي يا بنات يا بنات وكفى بالله وكيلا يبقى فين التمييز هنا فين التمييز وكيلا وكفى بالله شهيدة فين التمييز شهيدة تمام يبقى كفى وازدادة وامتلأة لما يقول إزدادت مصر صناعة فين التمييز صناعة صناعة ازدادت مصر حضارة يبقى كلمة حضارة ده اسمه تمييز ملحوظ منصوب بالفتحة يبقى كفى وازدادة امتلأة برضو الفعل امتلأة لما يقول امتلأة امتلأت دلو ماء يبقى فين التمييز ماء يبقى كفى وازدادة وامتلأة طابة قرى كبرى حسنة رب يقول إيه كبرى مقتا عند الله كبرى مقتا مقتا يعني زنبا يبقى فين التمييز هنا كبرى مقتا مقتا يعني زنبا يبقى مقتا يبقى مقتا ده تمييز ملحوظ طب قال تعالى وحسنة أولئك رفيقى فين التمييز رفيقى رفيقى يبقى عندنا لازم الأفعال دي نحفظها بنات الأفعال دي الاسم النكرة بعدها بيعرب تمييز يبقى كفى ازدادة امتلأ طابة قرى حسنة كبرى كبرى مقتا عند الله وحسنة أولئك رفيقى طابة طابة يعني حسنة أو ساعدة طابة الرجل نفسا قرى الرجل عينا طيب أدي نوع طيب إيه كمان لو في كلمة على وزن أفعال زي أكثر زي أشد زي أعظم خلي بالك الاسم النكرة بعدها يعرب تمييز ملحوظ زي يقولي الزرافة أكثر الحيوانات طولا فين التمييز هنا طولا طولا آه ده اسمه تمييز وقعت بعد أكثر أبوك أكثر منك علما فين التمييز علما علما السماء أشد زرقة من ماء البحر فين التمييز ها زرقة زرقة هو ده التمييز الملحوظ إذا التمييز الملحوظ يلحظ من خلال الكلام يلحظ من خلال الكلام نجي بقى التمييز الملفوظ يعني ايه ملفوظ يا بنات ملفوظ يعني يذكر بعد لفظ يذكر بعد لفظ إيه اللفظ وزن مساحة كيل عدد وزن مساحة كيل عدد طيب من ألفاظ الوزن إيه الوزن عندنا جرام كيلو إيه كمان طن رطل ده الوزن أي كلمة بعدها يعرض تميز ملفوظ يبقى ده الوزن طب عندنا المساحة المساحة زي إيه فدان كيرات فدان كيرات عندنا إيه كمان سهم في شبر قدم طب إيه الكيل الكيل اللي هو العبوة عارفين إزص المية لتر أو اللتر ده ده اسمه إيه كيل شربت لترا ماء طيب لتر كوب صاع في حياة اسمها الإردب ده اسمه إيه كيل طب نيجي ناخد أمثلة بقى لما أجي أقولي بقى شربت لترا ماء شربت لترا ماء فين التمييز ماء ماء تمام أقول زرعت فدانا قمحا فين التمييز قمحا قمحا تمام طيب آآ لما أجي أولي آآ اشتريت جراما زهبا ذهبا آآ ذهبا ظهبا طيب خلي بالك يابنات بقى التمييز هنا بقى ينفعي أقول يجوز أني أقول اشتريت جراما زهبا أو من ذهب اشتريت جراما زهبا أو من ذهب تمام ماشي لنأتي كنت으�TON لتمييز العدد الآخر audد 1-2 للا يوجد حتى الكون هناك حتى لو عدد توصفة غير تمييز مثل الشخص في الوضع يقرب نعته. إذا ذكر العددان واحد واثنين, بعد الاسم يقرب نعت. زي إيه أكلت تفاحة واحدة. يبقى تفاحة نعت تفاحة نعت. تاني. يبقى العدد واحد واثنين. إذا ذكره بعد الاسم يقرب نعت. تمام لو كده واحد واثنين ما ليوش ايه ليس له تمييز. تمام acontece? العدد واحد واثنين ليس له ايه ليس له. تمام. اشتريته كتابا. قرأت قصتين. اشتريته كتابا واحدا واحدا معك. قرأت قصتين اثنتين نعت. طيب تعاني شو بقى. العدد من ثلاثة العشرة. آه. من ثلاثة العشرة يا بنات. التمييز جمع مجرور ويخالف. آه. بصي بقى. احكامه تمييز العدد من ثلاثة العشرة جمع مجرور. يعني ايه جمع مجرور. يعني من ثلاثة العشرة. يجي بعدها الكلمة جمع مجرورة وتخالف. تخالف في التذكير والتأنيس. يعني ايه. اقول. جاء بصي اربعة طلاب. طلاب بكتب التمييز الاول. طلاب مذكر. يبقى اربعة مؤنس. ايه. اربعة تخالف في المعدد التذكير وتأنيس. جاءت. بصي طالبات. طالبات مؤنس. يبقى سلاس مذكر. يبقى جاءت سلاس طالبات. تمام. وطبعا يا رب بتاعه بيورى بحسب موقع. اه. جاء اربعة. يبقى فعلا مرفعبه ضمن. طيب. طب عندنا بقى من حضاشر لتسا وتسعين. وبرضو ايه. من حضاشر لتسع وتسعين تمييزه مفرد منصوب. يبقى تمييزه مفرد منصوب. يبقى اي الف ومضاعفاتها مفرد مجرور. تمام. تاني. من تلاتة لعشرة. التمييز نحفظ لازم التمييز يتحافظ يا بنات. من تلاتة لعشرة جامعة مجرور. من حضاشر لتسا وتسعين. ها. مفرد منصوب. العدد مية والف. ايه. هدي معي. بس عرفوني انتم معايا بس. عشان. يبقى تاني. ها. انا هسأل. من تلاتة لعشرة. ايه. جامعة مجرور. من حضاشر تسع وتسعين. ايه. مفرد مجرور. مفرد منصوب. مفرد منصوب. طيب العدد مية والف. ها. مفرد مجرور. ايه. هيه. الاعداد ايه. الاعداد مية والف. ايه. الاعداد مية والف. ايه. جاء مئة طالب هايجيلك بقى في الامتحان طبعا هايجيلك لحد تسعتاشر هنقول دلوقتي واحدة واحدة طيب تعان شو بقى حداشر واثناشر بتكتب ازاي حداشر واثناشر بتكتب ازاي طيب هنا خليبايك بيعمل العدد الثمانية اذا كان غير مضاف والمعدود مؤنس حزفت منه اليأفي حياتي الرفع والجر حضر من الفتيات سمان لما سمان كده تيجي في اخر الكلام ما جيش وراها اضافة تحزف منها الياء ويعوض عنها بكسطين يبقى فسمان او حصلت من الدرجات على حصلت من الدرجات على سمان او جاءت سمان من الطالبات جاءت سمان من الطالبات طيب تعان شو بقى العدد حداشر من حداشر لتسعتاشر من حداشر لتسعتاشر حداشر واثناشر خلي باقي هنلسك اول حاجة العددان حداشر واثناشر حداشر واثناشر يا بنات يوافقان المعدود في التذكير والتأنيس يعني ايه انا بكتب التمييز الاول حداشر طالب حداشر مع المذكر بتكتب احد عشر حداشر مع المذكر احد عشر ومع المؤنس احدى عشرة ماشي يا بنات يبقى حداشر ان عدد حداشر مع المذكر احد عشر زي سيدنا يوسف وليه يا ابتي اني رأيت احد عشر كوكبا تمييز مذكر يبقى كله مذكر يبقى العدد من حداشر لتسعة وتسعين مفرد منصور يبقى نقول تاني من تلاتة العشرة جامع مجرور تمام من حداشر لتسعة وتسعين مفرد منصور من مية والف مية والف ومضاعفاتها مفرد مجرور تمام يبقى احنا قلنا بقى من تلاتة العشرة انا بصي عودي نفسك نكتب التمييز الاول مثلا ثلاث طلاب يبقى قولي هكتب طلاب مذكرا لمؤنس يبقى قول ايه يبقى سلاسة يبقى سلاسة طلاب طيب لما اجي اقول خمسة طالبات انا ركزي معي في الصوت خمسة خمسة يعني عدد خمسة طالبات هكتب طالبات الاول طالبات مذكرا لمؤنس مؤنس يبقى خمس يبقى ليه يبقى خمس يبقى ايه مذكر مؤنس مؤنس مذكر تمام 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 تعاني شو بقى 11 و 12 ركزي معي من 11 الى 11 بكتب ازاي انا قلته 11 بكتب ازاي مع المذكر 11 اه طيب ومع المؤنس ايه احدى عشرة احدى عشرة تمام ماشي تمام تعاني شوف 12 اتناشر بيكتب ازاي اتناشر اه مع المذكر في حالة الرفع لانه هو بيعمل معاملة المسنة المسنة بيرفع بالالف وينصب ويجر في اين بلياء بص يا سيتي في الفصل اسنا عشرة طالبا التميز مذكرا هو واسنا عشر موقعها مرفوع لانها مبتدأ مؤخر يبقى اقول اسنا عشرة طيب كافأته كافأته انا اللي فعله فاعل يبقى اتناشر هنا موقعها منصوب خلي بالك يبقى كاف وهنا طالبا مؤنسة تبقى اسناتاي عشرة طالبة يبقى مع المذكر في اتناشر اسنا عشر طيب في النصب والجر مع المذكر اسناي عشر سمعيني كده ايه طيب اتناشر مع المؤنس في حالة الرافع تبقى اسناتا عشرة اسناتا عشرة طيب مع النصب والجر اسناتاي عشر اسناتاي عشرة تعانشوا بقى من تلتاشر لتسعتاشر واللي امتحان جاي لحد هنا اه ركزي معي بقى شايفين 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 العلامة بتاع الاستهم كده شايفين كده بنات ايوه من تلتاشر لتسعتاش بصي الجزء الاول ده بيخالف والتاني يوافق يوافق يعني ايه هقولك يعني ايه لما اقول تلتاشر طالب تلتاشر طالب طيب بص يا ست هكتب هكتب التمييز الاول طالبا هكتب التمييز بصي جاء ما بصي ما بصيش ده طالبا مذكر صح مذكر مذكر المؤنس مذكر يبقى حط الوات جنب الوات يبقى حط جنبها مذكر عشر ودي خالف سلاسة عشر وطالب طالبا وضحت كده اولا تاني 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 تقول تلتاشر ولد او تلتاشر هكتب التمييز الاول طالبا احنا اتفقنا التمييز كله مفرد منصوب طالبا هاي طالبا مذكر احطي جنبها مذكر يبقى عشر ودي خالف طب اربع انا هو اللي بقى انا راكم وانتوا تكتبوه اربعتاشر بنت هكتب التمييز الاول بنتا ها بنت بحطي البنت جنب البنت والولد بره يبقى قولي بقى يا بنات اربع عشرة ها بنتا اه برافو عليك يبقى اربع عشرة بنت شطرة طيب لما اقول خمستاشر قلم امسيك القلم كده واكتبه ايدي ستع عشرة قلمان برافو عليكي طيب لما اجي اقول سبعتاشر معلم بكتب بصي عاودي نفسك اكتب التمييز الاول اكتب التمييز الاول وبعدين اشوف المذكر والمؤلم ها تبقى ايه سبعت عشرة معلما احسنتي طيب لما اجي اقول تمنتاشر معلمة احط ايه اكتب معلمة احط البنت جنب البنت سبعت عشرة معلمة ايه 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 تمنتاشر معلمة اقول ايه سبعت عشرة معلمة سماني سماني عشرة معلمة سماني سماني عشرة معلمة سماني عشرة ايه معلمة تمام يبقى الامتحان جاي لحد هنا يا بنات الامتحان جاي لحد ايه لحد هنا لحد من لحد العدد المركب 19 هنحل بقى تدريبات هنسيك من دلوقتي هنا اقامت المدرسة 15 سيدة هنسيك لا شاور علينا حلو مع بعض 15 سيدة 15 سيدة اه برافو عليك ايبا 15 سيدة برافو عليك طيب 11 صبي واحدى لا 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 صبي مذكر 11 اه ايبا 11 احدى عشرة ما احنا قلنا 11 مع المذكر 11 خلي بالك مع المؤنس 11 تاني صبي مذكر بكتب التمييز الاول مذكر مذكر يبقى 11 تمام طيب سبعة طلاب طلاب مذكر المؤنس سبعة طلاب سبعة طلاب رابو عليك طيب بننزل تحت شوي هنا بعد ان ظب الانتحانة يا بنات هيجيب اشتريته سلاسة اختاري خلي بالك بقى سلاسة مؤنس يبقى التمييز اللي هيجي هنا هيبقى جمع مجرور ويخالف صح كتب طب ليه ماخدناش مساطر لان مساطر مفردها ايه مصطرة ومصطرة مؤنس يبقى انا عشان اعرف الكلمة دي يا بنات مذكر ولا مؤنس اجيبي المفرد يبقى مفرد مساطر مصطرة ما تنفعش يبقى هنا دي مؤنس يبقى ده مذكر يبقى سلاسة كتب تمام طيب سيلك مية اثنين وثلاثة مش جاي في الامتحان هنجد عدد المركب بس ننزل تحت شوية نمر اربعة اربعة يتألف فريق التمثيل من احد ايوا يا بنات يا بنات يا بنات ايوا ايوا كده وصل تمام ماشي فسي ايه في حصد ايه ماشي طيب هنا بقى نيجي نمر اربعة تمام يتألف فريق التمثيل بالمدرسة من 11 اختاري احد عشر طالبان 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 ده مذكر 11 طالبان تمام ماشي استغرقت الرحلة ها سبعة عشرة خلي بالك ها سبعة عشرة ايه عشرة ساعات بصي مؤنس هاي دي مؤنس يبقى اللي جنبها يبقى مؤنس البنت جنب البنت والولد برة يبقى عشرة ايه فين المؤنس هنا يوم يوم ليلة ليلة يبقى سبعة عشرة ليلة تمام تمام ننزل تحت شوية يقولي بقى زار المدرسة خمسة ضعي تمييز ها هقولي ايه خمسة انا هقولي اختيارات وانت اختاري خمسة خمسة ها ايه خمسة خمسة طلاب ولا طالبات طالبات غلط طلاب لان بيخالف جامعة مجرورة يخالف مذكر مؤنس مؤنس مذكر تمام طيب غرقت السفينة وعليها اه هنا يا ستي اكتب ايه اه كلمة بحارا بحط العدد اه 11 ها 11 11 11 اه بنتي مذكر او مذكر يبقى ايه 11 11 11 11 11 طيب ننزل تحت شوية هنا بقى يدرس اللغة العربية بالمدرسة 18 18 معلم خلي بالك من الموقع ايه 18 معلم التمييز اهو مفرد منصوب اهوه صح اهو مفرد منصوب ها احنا قلنا من 13 19 اكتب التمييز الاول وبعدين مذكر يبقى حط الولد جنب الولد والبنت برا او البنت جنب البنت والولد برا ها 18 معلم مذكر هاي بقى عملي بقى هنكلي 10 هتبقى مذكر زي المعلم تمام وتمانية هتبقى سمانية ولا سمانية سمانية ازاي يبقى سمانية آه 18 معلم هتبقى سمانية عشر معلم تاني او الولد جنب الولد والبنت برا ها بنقعد اصحاب الزي البنات جنب بعضها وايه يبقى سمانية عشر معلم طيب و 12 معلمة خلي اسنا عشرة استنى سوا ايه اسنا عشرة معلم ايوه كده اسنا عشرة برافو عليك اسنا عشرة لانه 11 و 12 يوافقان المعدود 11 و 12 يوافقان المعدود برافو عليك طيب انسل تحت شوية استمر حكم الفاروق عشر سنوات هبص للتمييز مؤنس ولا مذكر مؤنس يبقى دي ايه مذكر مذكر بعشر سنوات ايوه كده بعشر سنوات برافو عليك طيب ستة اشهر ها هتبقى ستة ولا ستة 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 ولا ستة 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 اشهر طيب ثلاثة اسابيع هتبقى سلاسة ولا سلاسة ها ها هتبقى سلاسة ولا سلاسة 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 تمام اهم حاجة اهم حاجة نحفظ التمييز طيب انزل بقى تحت سين خمسة اشتركة في الرحلة سيبك من ده هنكتب حداشر طالبة يلا بسرعة عايز حد يكتب واحد يقولي يلا حد يقولي احدى عشرات طالبة احسنتي احسنتي طيب ثلاثة مشرفين ثلاثة هبص للتمييز مين معايا مين معايا اسمك ايه جنة اسامة جنة اسامة طيب يا جنة ركز معايا وجنة بص يا جنة مشرفين مذكر يبقى ده مؤنس ها هتبقى ثلاثة مشرفين آه سبرافو عليكي ثلاثة مشرفين برافو عليكي تمام هنا بقى انزل اتنين هناخد اللي جينا في الامتحان في الاسبوع سبع ايام هبص للتمييز مذكر يبقى مؤنس مؤنس مذكر ها سبعة ايام تمام تمام وفي السنة اتنشر شهر ها اتنشر شهر اثنى عشر شهرا احسنتي اثنى عشر شهرا انزل تلاتة تلاتة وصل الى مطار تلات طائرات ثلاثة عشان طائرات مؤنسة تمام يبقى ثلاثة برافو عليكي يبقى ثلاثة احسنتي اتنشر سائحة اثنى عشر سائحة احسنتي السنة اتنشر شهر اثنى عشر شهرا في الاسبوع في الاسبوع سبع ايام سبعة 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 ايام في حديقة 11 شجرة 11 11 11 11 اه احدى عشرة ابصي التمييز يا بنات 11 و 12 يوافقان المعدود 11 و 12 يوافقان يعني مؤنس يبقى كله مؤنس مذكر يبقى كله مذكر طيب ثلاثة ممرات ثلاثة ها ايه ثلاثة ليه ثلاثة هي ممرات مذكر او مؤنس 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 تبهت المفرد بتاعها كده مذكر مذكر انا عشان كده اه خلي بالك عشان افرد الكلمة كده لازم الاول اتأكد هي مذكر او لمؤنس بجيب المفرد المفرد ممرات ممر يبقى ايه هتبقى ايه مذكر دي هتبقى مذكر ثلاثة ممرات خلي بالك خلي بالك طيب 14 مصباح بكتب التمييز الاول 14 ها 14 ايوة والتمييز لازم 14 مصباحا يبقى انت خلي بالك كده انا مكتب صح هعرف اختار صح تمام هنا بقى تحت منذ عشر سنوات عشر ها يبقى عشر سنوات تمام هنا بقى في مدرستنا سيديكن ده 19 معلمة 19 19 19 آه 9 من اللي قالت في الاول اسمك ايه انا رقية يا رقية ركزي معايا ماما انا بكتب التمييز الاول يا رقية معلمة مؤنس ولا مذكر مؤنس يبقى حط المؤنس جنب المؤنس ايه يبقى عشرة والاول يخالف يبقى تسعة عشرة معلمة تمام تمام يبقى عودي نفسك بكتب التمييز الاول عشانا انا بختار لانت حانا ايجي اختياري ما بختارش كده بسرعة لازم اتأكد أيهادي وبصة التمييز الاول من تداشر لتسعتاشر أنا أقولاهو من تتاشر لتسعتاشر حبصت التمييز حبصت التمييز مؤنس بقى اللي جنبه مؤنس والاول يخالف طب مذكر بقى اللي جنبه مذكر والاول يخالف طيب معايا اتناشر فصل اثنى عشرة اثنى عش تمام هنا بقى انزل سين ستة قال لي ايه امضيت في مرسى مطروح نقط ايام سبعة 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 برافو عليك طيب سمن الكتاب نقط جنيهات تسع ها تسع جنيهات اه في غلطة هي لسه برضو لسه اقال لك هي جنيهات مذكرة او مؤنس هات المفرد بتاعها اه مذكرة عشرة ايبقى جنيه الجنيه مذكرة يبقى دي كلها مذكرة يبقى ده هنا مؤنس يبقى ايه تسعة جنيهات او عشرة جنيهات طيب ونقط كرشن كرشن مفرد احد عشر اه واحد عشر كرشن برافو عليك لازم احفظ التمييز هاسأل تاني التمييز العدد من ثلاثة العشرة جميع مجرور جميع مجرور ها حداشر تسعة وتسعين مفرد جميع مفرد منصوب بصي انت معاك ألم في ايديك معاكو ألم في ايديكو يا بنات يا بنات شكل الحصة خلصة لا مستر حسنا ما خلصتش طيب معاكو ألم في ايديكو لا معاكي ألم ارسمي مسلس ارسمي مسلس ارسمي مسلس ارسمي مسلس ركزي معايا في المسلس ده في مين في اليمين واليسار والرأس المسلس تمام على اليمين حط من ثلاثة العشرة معايا يا بنات مع حرزك يا مستر طيب رسمت المسلس يا بنت يا بنت يا مستر رسمت تمام حطي على اليمين من ثلاثة العشرة ده جمع مجرور تمام معايا ثانية واحدة يا مستر عشان من بنكتب بسرعة بس عشان وقت حطي على اليمين المسلس من تحت من ثلاثة العشرة جمع مجرور راس المسلس من فوق من حداشر لتسعة وتسعين مفرد منصوب تمام ها شغالين ولا أسه شغالين يا مستر طيب على اليسار بقى اليسار 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 لتسعين المسلس من مية والف ومضعفاتها مفرد مجرور كده مش تنسي التمييز أبدا يبقى عندنا مسلس يمين المسلس من تحت من ثلاثة العشرة جمع مجرور راس المسلس من فوق حداشر لتسعة وتسعين مفرد منصوب ها عن يسار المسلس مية والف ومضعفاتها مفرد مجرور تمام معايا رسمت المسلس ده أنا رسمتها تمام قولي بقى تاني يا جن هيبقى من تلاتة العشرة جمع مجرور تمام راس المسلس من حداشر لتسعة وتسعين مفرد منصوب تمام من تحت اليسار مية والف ومضعفاتها مفرد مجرور حلوة الطريقة دي مش هتنسيها أبدا افتكر المسلس ده يبقى عندنا من تلاتة العشرة جمع مجرور حداشر تسعة وتسعين مفرد منصوب مية والف ومضعفاتها مفرد مجرور احفظي المسلس ده لأن ده هينفعج جدا في الاختياري طيب هنا بقى ننزل تحت في سن ستة حضر الامتحان نقط طالب عربي طالب آه طالب مفرد مجرور هيبقى العدد بقى مية والف يبقى حضر الامتحان كم طالب مئة طالب آه تمام برب مئة أحسنتي مئة طالب هنا بقى قطعنا المسافة من القاهرة إلى مرس في كام في نقط ساعات آه اللي جمع مجرور يبقى من تلاتة العشرة ثلاثو لأن مفرد ساعات ساعة وساعة مؤنسة تمام بربع عليك أحسنتم فيه من التمييز فيه من التمييز يا بنات آه طيب نيجي بقى ناخد ناخد هديكوا درس الخلق لو في وقت أول صفحة خالص من خلق جايف الامتحان يا رب معي يا بنات طيب هديكوا درس الخلق أول الخلق مش نقول المواطنة يجب بسرعة الأوصف حيات الخلق وشعور الإنسان شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميري ركزي معي الخلق يعني الخلق يعني معي بقى معي ولا فصل ما حدد طيب الخلق يعني طبع الإنسان ركزي معي هو شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميري شعور يعني إيه شعور يعني إحساس شعور يعني إحساس طيب ركزي معي مسؤول أمام ضميره آه هنا في موطن جمالي هو الضمير بيحاسب يبقى صور الضمير بإيه ركزي معي يصور الضمير بقاضي إيه مسؤول أمام ضميره إيه تصوير الضمير بقاضي يحاسب تصوير الضمير بقاضي يحاسب لذلك لا أسمي الكريمة كريما حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة العلانية السر والعلانية بينهم إيه بينهم إيه تضار طيب ولا الرحيم رحيما حتى يبكي قلبه إيه ده هو القلب بيبكي يصور أمام يصور القلب بإنسان يبكي تمام ولا العادل عادلا حتى يقضي على نفسه قضاؤه على غيره يبقى عندنا نفسه وغيره بينهما ها بينهما إيه تضاد ولا الصادق صادقا حتى يصدق في أفعاله صدقه في أقواله ها بين أفعاله وأقواله تضاد بين أفعاله وأقواله إيه تضاد تمام طيب نيجي بعد كده الفقرة الثانية الفقرة الثانية أركزي معاي عندنا الفقرة الثانية لا ينفع المرأة أن يكون زاجره عن الشر لا ينفع المرأة أن يكون زاجره عن الشر خوفه من عذاب النار أو خوفه من القانون زاجره يعني إيه يعني منعه يعني لا ينفع الإنسان أن يكون منعه عن الشر خوفه من عذاب النار يبقى ايه تصوير للخوف بانسان يمنع تصوير الخوف بانسان يمنع او خوفه من القانون طب هو القانون بخوف بنات لا انسان بخفم الاسد بخفم الوحش يبقى خوفه من القانون يبقى بيصور القانون بوحش او حيوان مفترس تمام انما انما دي ادات توكيد ينفعه ان يكون ضميره قائده ايه ده هو الضمير قائد الضمير قائد نعم يبقى في موطن جمالي يبقى صور الضمير بايه صور الضمير بقائد تمام صور الضمير بقائد يهتدي بيه ومناره تمام يبقى عندنا مرة صور الضمير بالقائد وصور الضمير مرة بالمنار في طريق حياته طريق حياته يبقى صور الحياة صور الحياة بطريق صور الحياة بطريق نيجي الفقرة اللي بعد كده الخلق هو الدمعة يبقى تصيير الخلق بايه ها تصور الخلق بايه يا بنات بالدمعة بسرعة عشر بس ايه الوقت بالدمعة اه بسرعة معايا التي تترقرق تترقرق يعني تتحرك في عون الرحيم كلما وقعت عينه على منظر من مناظر البؤس الإنسان لو شاف منظر إنسان كده مثلا تعبان أو إنسان مريض أو إنسان معتل إيده مقطوع أو أي حية فيتأثر الخلق هو الصرخة يبقى تصور الخلق بايه ها بالصرخة التي يصرخها الشجاع في وجه من يكترق ركزي معاه يكترق على إهانة وطني هنا في موطن جمالي إهانة وطني إهانة وطني يبقى تصور الوطن بايه بشخص يوهان بشخص يوهان طيب وفيه كمان موطن جمالي العبس العبس بكرامة قومه العبس بكرامة قومه العبس يعني اللعب هنا في موطن جمالي يبقى صور الكرامة بايه صور الكرامة بشيء مادي بشيء ربي يلعب به أو يعبس به بربي نيجي مع الفقرة الأخيرة اللي هي يا ستي وجملة القول أن الخلق هو أداء الواجب الخلق هو أداء الواجب لذاته بقطع النظر بصرف النظر عما يترطب عليه من النتائج ركزي معايا فمن أراد أن يعلم النس مكارم الأخلاق فليحي ضمائرهم يحي ضمائرهم هنا في موطن جمالي صور الضمائر بايه بأشخاص بإنسان يحيى أو بإنسان يحيى وليسبت في نفوسهم الشعور بالرغبة في الفضيلة والنفور من الرزيلة الفضيلة والرزيلة بينهما بينهم ايه بينهم ايه نضاد نضاد هل يتعلم هذا؟ طيب هل يتعلم ذلك؟ هل يتعلم ذلك؟ مهلا أن تتعرف بالسرعة كيف بسيطة؟ هاتي الخلق جمعها؟ الخلق جمعي؟ مضاد الرحيم؟ مضاد الرحيم؟ القاسي؟ القاسي يبكي قلبه المربع ايه؟ يتأثر يتأثر قلبه يتأثر طيب بكاء العين وبكاء القلب هل هناك فرقة بينهما؟ بكاء العين نزول الدموة بكاء القلب الإحساس والتأثر ماشي هنا في مال جمال مسؤول امام ضميره صور ايه؟ صور ضمير بقاضي تمام صور الضمير بقاضي ننزل في الفقرة التانية عشينا ايه احليكم التدريبات كلها احنا كي خلصنا التمييز وخلصنا الخلق ها طريق جمعها؟ طرق طرق تمام يهتدي مضادها؟ يضل يضل خوفه من عذاب النار المقصود؟ من عقاب الله من خوفه من عقاب الله زاجره عن الشر ايه الجمال في ضميره قائده؟ صور الضمير بقائد صور الضمير بقائد ماشي زاجره عن الشر خوفه يبقى صور ايه؟ صور الخوف بإنسان يمنع بإنسان يمنع انزل الفقرة اللي معشي انت اختياري ها مفرد النتائج؟ نتيجة نتيجة ومعنى يثبت؟ يؤكد يؤكد المرد بجملة القول؟ خلاصته خلاصته مفرد مكارم؟ مكرم 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 جمع الفضيلة؟ الفضائل الفضائل ايه الجمال في يحيي دمائرهم؟ الجمال في يحيي دمائرهم؟ صور الضمائر بقائد تمام الخلق هو أداء الواجب لذاته ايه المرب هذا التعبير؟ ان يؤدي كل إنسان ايه؟ ان يؤدي كل إنسان ما عليه من واجبات تمام؟ من واجبات هذه كده يعتبر ايه؟ خلصنا الحمد لله درس الخلق وخلصنا التمييز عندنا الخلق داخل في الامتحان التمييز في درس الكنز كمان وعندنا فصلين في القصة فصلين في القصة يخشوا في الامتحان في حد عنده أسؤال يا بنات؟ يا بنات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته